بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى اخوات في الدنيا يارب دايما تكونوا بألف خير وسعادة نهاردة بمشيئة الرحمن هنعمل حلة محشي محشي بتنجان وفلفل حاجة في منتهى اللزازة وسريعة جدا وبطعامة محصلتش شايفين معي اللهم بارك النهاردة ده شكل المحشي بتاعنا انا بحب اجرفه كده على السيرفيس عشان شكله بيبقى لزيز وفي نفس الوقت بقى بتبقى ما شاء الله ربنا يبارك الكمية مع كلها على بعضها كده وبعد كده بتقديمي الاطباق وكل واحد بياخد ايه اللي هو عايزه بالهنى والشفا محشي البتنجان طبعا احنا في موسم البتنجان من الاز المحاشي اللي ممكن تعمليها وبحب بقى عمل منه كمية طول الوقت علشان هو الموسم بتاعه ما بيطولش قوي وبعندنا بقى موسم الشتة بناكل الكرومب وقت ما بنحب احلى كرومب كرومب الشتة يعني بستلطف البتنجان شوية في الايام دي بكل انواعه بقى البتنجان الابيض او المشبح او البتنجان الاسود بعشاءه اللي هو بيبقى زي الزبدة ده ويلا نسمي بالرحمن خلنا شوف هنعمل ايه في البداية حبيبي عندي حبيتين بصل كبار كده محترمين المحشي طبعا بيحب البصل ببتدي افرمهم او قطهم على ايدي وانزل بيهم على ربع كوبية من الزيت في حالة كده واسيبهم بقى ايه يتشوحوا وكده لحد ما لونه مش قر معايا وانزل بالطماطم المعصورة بتاعتي طبعا مش بصفي الطماطم للمحشي عادي لو حابة صفيها عندي كيس كده من الصلصة كنت عم سبكاها قبل كده حسيت ان الطماطم مش هتبقى كفاية فانزلت عليها بكيس صلصة وهيسيبهم ياخدوا تسبيكة تانية مع بعض بقى لحد ما تقصر معايا وتبقى معايا التسبيكة بتاعت المحشي البتنجان عندي النهاردة انا جايبة كده تشكيلة من البتنجان المشبح اللي هو اللونه مفدة وكمان على بتنجان ابيض لونه حلوة كده وجميل وفرش بتنجانة خفيفة كده وحلوة هخسله بقى وقوره وزي ما احنا عارفين كلنا بنعرف نقور البتنجان كويس جدا عندي الرز غسلته ما نقعته شوالا حاجة الطماطم بتاعتي تسبكت الصلصة اللهم مبارك لونها خطير جدا الطماطم المتسبكة عندي اللي هي اللي كانت في الكيس مديلها لون تحفة زي ما احنا شايفين وكمان نزلت بيها بقى بالكمية اللي انا عايزها على الرز مع معلقة كبيرة من الملح وهزبط بقى التوابل بتاعتي معلقة كبيرة من الملح وعليها فلفل اسود معلقة صويرة وكمون اساسي مع المحشي علشان البصل وكده ما يعملش نفخة وهضيف كمان كزبرة وكده خلاص دي توابل المحشي بتاعتي ما بحبش اضيف حاجة اكتر من كده هضيف بقى الخضرة بتاعتي قد ما تقدري زودي في الخضرة بتخلي المحشي بتاعك خفيف ورحته حلوة جدا وبدال ما تاكلي كمية رز كبيرة بتاكلي يعني اكتر حاجة الخضار هنسامي بالرحمن بقى وبايدنا كده ننزل نقلب انا بحب اقلب الخلطة بايدي علشان ازبط التوابل كده واخلطها كويس جدا مع الرز والخضرة وتبقى كلها ايه متمكسة كويس جدا تقلبتين تلاتة حلوين كده للخلطة لما بارك ريحتها تحفة ريحت التوابل مع الخضرة المحشي الكتيرة اللي انت مقطعها مع الصلصة حاجة رهيبة دي خلطتي للمحشي بسيطة جدا مفيش فيها اي افتكاسات بس في منتهى اللزازة طعمها حلو دي الخلطة اللي تعلمتها من امي رحمة الله عليها جميلة جدا وبتقلب ريحة المحشي وبتخليه جيب اخر الدنيا بس في تركة بسيطة كده بحب اعملها بتخلي المحشي بتاعين فلفل ويفضل كده ما يعجنش جوه الحاجة اللي انا بحشيها سواء باكرمبة او بتنجان او ورق عناب اي حاجة بتحشيها معلقتين زيت على البارد كده على الخلطة بيخلي المحشي مفلفل جدا هنضف بقلبولة بتاعتي كده كده انا حضرت الخلطة ابتدي اعبي البتنجان بتاعي انا بحب اديله تشويحة في معلقتين زيت كده وبعد كده احشيه بيخليه زبدة وبعد كده ابتدي بقى اسئيه زي ما احنا شايفين كده انا عملاه على الواقف في الحلة وعملت معاه كام حبة من الفلفل الاخضر بيديله ريحة حلوة جدا وبالشربة بقى اللي عندي بطعام بيها المحشيه وبسئيه كده وحاول اسئيه جوه وحدات المحشي كده علشان الرز بتاعي استوي من جوه ويبقى خطير بنخلي الشربة كده لحد التلتين بتاع حبة البتنجان ما باملهوش للاخر علشان ماعجنش مني وبرفعه على نار عالية في البداية زي ما احنا فاهمين كلنا زي الرز بالزبط او اي محشي على نار عالية في البداية لحد ما يغلي ويشرب المياه بتاعته او الشربة وبعد كده بنهدي النار خالص لحد بقى يميز ويبقى بقى ملدن كده وجميل اللهم بارك استوى معايا زي ما احنا شايفين تبارك الرحمن لونه طحفة وريحته قلب الدنيا في حالها ما شاء الله اللهم بارك هنبتدي بقى نجيب السيرفيز بتاعنا اللي هنغرف عليه المحشي الجميل ده ما شاء الله من احلى المحشي محشي البتنجاني اللذيز ونبتدي نغرفه على السيرفيز زي ما اتفقنا من احلى المحشي هتكليها محشي البتنجاني الزبدة ونسمي بالرحمن ونقلب بقى الحلة بتاعتنا بسم الله اللهم بارك اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ما شاء الله المحشي مفلفل ما فيش ولا واحدة مهرية كله مقس واحد كده حاولي دايما وانت بتجيب البتنجان بتاعك تخلي كله مقسات متساوية علشان يبقى كله طول واحد كده وشكله حلو يكون كمان كل الوسع بتاعه واحد علشان يبقى شكله لطيف كده وانت بتقدميه حابة تقدميه بقى وترسيه جنب بعضه بالواحدة كده او تقدميه في طبق زي ما تحبي بالهنة والشفة المهم الطعمه وكمان الحشب بتاعه عامل ازاي ولززته ما يكونش معجن منك من جوة تبارك الرحمن انجربوا الوسفة دي ومتنسوش اللايك والشير اشتركوا في القناة